طيب عشان ابدأ في استقبال اتصالاتكم لازم بس اقول حاجة قيلت في برامج امبارح وعلى مواقع التواصل اجتماعي وناس كثير عملتلي منشن فيها قالك انه هناك حملة يقودها اعلام الخارج كويس وانا ذكرتي فيه بالاسم وانا هنا بتكلم عن نفسي لان انا قلت انا مع كامل احترام للزملاء كلهم اللي بتذكر اسمائهم يعني وكل القنوات انا مليش علاقة غير بنفسي وما بشيلش غير شيلة نفسي ولا اتحمل مواقف الاخرين كل واحد حر كل واحد بالغ عقر رشيد له من الخبرة والتاريخ ما يكفي ان اتحمل مسؤولية مواقفه هو وتصريحاته هو فانا هنا بتكلم عن اسماء جويشي انا ذكرت مبارح في معرض كلام انه انا من الناس اللي بتدعم احمد طنطوي وانا جات لي تعليمات عشان ابدأ اروج لاحمد طنطوي فانا بس بقول لعديم العقل اللي قالوا الكلام ده اللي يعرفني كويس يعرف ان انا لا اتورط في عمل سياسي وبقول اتورط ايوة لان انا بحترم عمل الصحفي فانا مش بين الغباء والستذاجة ان انا اورط نفسي في دعم مرشح رئاسي هذا لن يحدث الامر التاني انا بطلع بتكلم في البرنامج هنا عن مرشح وعن خبر اسم انتخابات رئاسة وعن سيناريوهات هفضل اتكلم عنها كل يوم لو احمد طنطوي هو العنوان العريض للصحف فانا اتكلم كل يوم عن احمد طنطوي لو حضرتك شايف ان كلامي كل يوم ومناقشتي كل يوم انا احمد طنطوي والموقف والاخوان وا 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 ان ده اسمه دعم الاحمد طنطوي فانا احمد طنطوي زي كده بالضبط انا الاخوان المسلمين وانا المرشد عامل الاخوان حبيبي هبوسك وحطك جنب الحيط انا مش بس بدعمه لا ده انا احمد طنطوي وهنا الحملة الانتخابية بتاعته معلش يعني احنا برضو لازم نخاطب الناس على قدر عقلهم واحنا ناخدهم على قد عقلهم يعني فحبيبي لو انت شايف ده اهلا وسهلا ربنا يوفاك اعمل كل يوم حلقة وتكلم عني كل يوم واطلع مع نشأة ومع غير نشأة ونشأة يطلع وابراهيم يطلع وطلع الحبايب كلهم واخدوا الاخ يا ماما معاك ولانه هيحب الحاجات دي اوه وتكلموا اتكلموا اقولوا ان احنا بندعم فلان الفلاني فتمام النقطة التانية لو فيه مرشح تاني يعني الاخ يا ماما ده كان بجد مش كنبارس فانا هتكلم كل يوم عن هذا يا ماما وهجيب سرته وهقول بقال وما قالش لو الموضوع بجد كويس لو ظهر مرشح ثالث بيتكلم بجد وبيتعامل وان فيه انتخابات وفيه شروط هتكلم عنه انا بتكلم عن الخبر الموجود وبناقشه حضرتك عقلك موديك نحية تانية براحتك يعني انا مش ملزم اصلا لا بتفكيرك ولا بالوساوس اللي بتجيلك ولا بتحليلك السياسي ولا بنلاقي لك تقوله انا مش ملزم بده انت حر قوله انت عايزه بس لان انا اتمنشنت كتير قوي في القصة مبارح فلان اتكلم عليك ومش عارف مين في برنامج مين قال ايه اوكي يا جماعة انا بس رضيت عشان الناس تبقى الصورة واضحة عندها يعني انا لا ادعم احد ولن اعلن ان انا بدعم او لا ادعم احد انا بناقش كل حاجة مع حضراتكم وانتوا ليكوا الحق في التقييم في الاخر وتقولوا ده كويس وده مش كويس